من قناة الجديد مساء الخير في عنوين هذه النشرة العناية الإلهية تنقذ خمسين طفلاً في حضانة لأنه لو صارت بالنهار كانوا الولاد كلهم نزدوا بالبورة عون يسحب الثقة من وزير الدفاع نحن نسحب الثقة من وزير الدفاع عين الخلافة الداعيشية على مكة والمدينة طبعاً ممكن يحاوله بس أين قدرته في الخاص إمبراطورية قريتم قصر أشباح النظام على أبواب نبل والزهرة وفي النشرة مبروك ليدي جاغا تفاصيل هذه العنامين وأكثر تتابعونها في النشرة أهلاً بكم لبنان نقطة في منطقة متحركة يتأثر بمناخ اليمن تصله رياح البحرين ويسكن عمق الأزمة السورية لا نقطة لمصلحته داخله السياسي مفقود جلسات فخامة مجلس الوزراء معطلة حتى تاريخه وقد أصيبت الحكومة اليوم بتماث برتقالي هز أسلاكها الدفاعية مع سحب التيار ثقته بالوزير سامير مقبل أقصى طموح هذه الجمهورية بات الحفاظ على الفراغ الرئاسي من دون تحويله إلى أزمة في ميدان لكن كل هذه الصورة المعقدة تصبح تفصيلاً صغيراً وتبرد الأزمات مع قرار الرئيس سعد الحريري البقاء بيننا وفي ربوعنا حتى منتصف الأسبوع وهناك مساعي من جهات سياسية تشجع الحريري على تمديد إقامته وبماذا يحلم اللبنانيون أكثر من ذلك السعد في ديارهم وقبل انقضاء المهلة يرأس اجتماعاً لكتلة المستقبل ويبحث في آخر المستجدات مهوناً على الجمهور لمرة ترأس السنيورة هذا الاجتماع وتلك هبة تساوي المليار المفقود غير أن محاولات إقناع زعيم تيار المستقبل بتجديد البيع في بيروت سوف تصطدم بانشغالات الحريري في الرياض ومتابعته لتفصيل توزيع هبة المليار والأهم أن عليه إجراء حصر إرث لحصة عمولات خالد بن عبد العزيز التويجري الذي خرج من الديوان الملكي ولم تسقط مع المغادرة عمولته المالية لكونه جهد وتعب في عملية السمسرة وهذا حقه ونتاج جهاده في الصفقات من فوق الديوان وما خل زيارة الحريري للبنان ورفع صلاة الاستسقاء لبقائه هنا فإن عدة العمل متوقفة محليا ويخرقها أمنيا اللواء عباس إبراهيم الذي توجه إلى الدوحة اليوم للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وهي زيارة من المرجح أن تكون على صلة بملف المخطوفين العسكريين لدى نصرى وداعش وأمير قطر كان قد زار السعودية اليوم والتقى الملك سلمان على ملفات منطقة ملتهبة تقترب نارها وتدفع دول الخليج إلى التنصيق لسيما بعدما فتحت الولايات المتحدة خطوط حوارنا مع إيران وتبادلت رسائل الغرام في عيد الحب بين الشيطان الأكبر وقائد محور الشر وتركت حلفاءها على صفيح ساخن هذا الحوار بالنسبة إلى طهران أصبح من المحتمل أن يؤدي إلى الاتفاق النهائي على النووي كما قال وزير الخارجية محمد جواد ضريف ما قد يتسبب لدول الجوار بحالات ضيق تنفس سياسي وهم تلقوا للتاو صفعة من مجلس الأمن على قراره الباهت حول اليمن حيث لم يشهر سلاح الفصل السابع ولا هو أخذ بنداء الاستغاثة لدول مجلس التعاون الخليجي واكتفى ببيان لا يغير خريطة الوضع اليمني على الأرض وقبل الانهيارات في المنطقة انهياروا ومدخل مبنى في الحدث الأهالي يخلون منازلهم وأطفالوا ينجون بقدرة قادر الحضانة الإلهية حمت أطفال دار الحضانة في جمعية الشابات المسيحيات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ففي قرابة الساعة سليسة فجرا نهار مدخل هذا المبنى السكني في منطقة الحدث بفعل حفريات لإحدى ورش البناء وبحسب أهالي المبنى فإن العناية الإلهية حمتهم وأكثر من خمسين طفلا من كارثة كنا خايفين بس ما فينا نعمل شي لطلو يعني ما بيصير هيدا مسؤولية على الولاد بيقع على الولاد أو شي لأنه حطلنا صور لا أنا ما بتحمل مسؤولية ومدري شو هذا كان ما بعرف إنه يمكن هو سحب الورشة قالت له حرامي يعني في ولاد في مسؤولية لأنه حتصور ما فرقت عنده يعني هلا أصلا رحنا أخده شربه قهوة يعني بتحس ما فرقاني عنده الله بدي يشفق يعني لأنه لو صارت بالنهار كانوا الولاد كلهم نزدوا بالبورة لأنه الولاد ميلة محل موقع إيه ما نحن المدخل إيه ما هذا المدخل الأساسي اللي نهار الحيط طبع المدخل الأساسي ما تعمل بفوته لولاد نتمنى أنه كل واحد بده يعمير بس يعمل ردئة يعمل حيط دعم للمحل تاني من شان يحمل مبنى تاني هون ما كان في حيط دعم أبدا العالم كله أخليها الجيش والدفاع المدني عبكرة وما في بقى محل يفوتوا يطلعوا أبدا للبنية للبنية هلأ لا نشوف شو بيقرروا إذا بيسكنوها أولا بلدية الحدث أرسلت مهندسا كشف على المبنى ورئيسها أكد أن لا خطر على السلامة العامة اليوم في ورشة أخذ ترخيص وكل شيء وعملت حفرية وبتبلش بالأساسات التأس ما ساعده نتأخره شيء أسبوع أو عشر تيام سبب بالتشلق بالبنية اللي حده وسائب المدخل هو عموحيزات العقارين هذه هي كل القصة ما في خطر على السلامة العامة البنية الأديمة أساساتها كتير منيحة والورشة ما عم بخالي بقى اليوم نحن جبرناه لحتى يردم تحت شوية لكان التأس سعفه خلال يومين ثلاثلين بلش بحية الدعمة هي القصة كلها السلامة العامة ما في خطر عليها أبدا ولا واحد بالمية أما صاحب المشروع فعز الانهيار إلى الأسباب المناخية ووجود قصة المكسور تسربت منه المياه ما أدى إلى انهيار التربة إلا أن عمليات الحفر الملاصقة تماما للمدخل تحولت إلى عمليات ردم بعد وقوع الواقع داعش تجعم تطبيق أحكام الخلافة فهل دخول السعودية شرط؟ وماذا عن روما؟ تقرير للزميل نوال بري تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم يكون ملكا عاضا عاض ما يترك بسهولة ثم يكون ملكا جبريا ملك بالقوة فيكون فيكم هذا الملك الجبري فيكون فيكم ما شاء الله له أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه ثم تكون خلافة على منهاج النبوة الخلافة بحسب الأحاديث وتسلسل الأحداث المتوقعة أتت إذن والخليفة اليوم أبو بكر البغدادي مزاعم ما عادت بالجديدة في هذا العصر الداعشي لكن الجديدة هو بدء داعش تنفيذ الأحاديث النبوية حرفيا في غير مكانها واختزال بعضها في معظم الأحيان هدف داعش الحقيقي هو مكة والمدينة ليه؟ لأن خليفة داعش ما بتصبط الخلافة بدون الحوامين الشاوفين فهل تعد الولاية في مكة والمدينة المنورة جزءا من تطبيق مبادئ الخلافة في الإسلام؟ أمير على مكة أمير على مكة طبعا فلكلور حتى يكملوا الصورة وأن كانت شكلي أما أنه والله فيه شرط أنه الخليفة ما بيكون خليفة حتى يسيطر على مكة وعلى المدينة يعني هذا مش دقيق لكن كل واحد كل الحركات الإسلامية مثلا الخلافة العثمانية للممالك وغيرهم حاولوا طبعا ويكونوا حاولوا أكيدا أن يسيطروا لأنه على مكة والمدينة لما لهما من موقع عند المسلمين وهل دخول السعودية جزء من مخطة داعش؟ ممكن يحاولوا بس أين قدرتهم من جهة وأين هل لهم حاضنة في السعودية في مكة في المدينة ما بتصور الدواعش حددوا أيضا في أثناء عرضهم فيديو إرهابهم وقتلهم الأقباط في ليبيا أنهم في جنوب روما فما الذي يربط روما بموضوع الخلافة؟ روما في حديث مؤكد عند المسلمين تفتح القسطنطنية ورومة ورومية روما يعني القسطنطنية يعني إسطنبول فتحت بعد سبعمائة عام من بداية الإسلام وبعد محاولات مريرة نفس الحديث فتح روما وهذا موجود في ضمير المسلمين أو في كعلامة من علامات يعني انتشار الإسلام في مرحلة لاحقة لكن هني لما يتحدثوا عن روما هني في وضعهم الذي هم عليه كما يريد أن يبني الطابق العاشر من بناءه لم ينتهي من الأساسات يعني رأيي المتواضع موضوع روما يمكن بده ألف سنة لإداما حتى تكون تغيرت كل الظروف في نوع من الجنون عند هؤلاء وفي نوع من التزوير الخطير الأكاذيب يعني وعن تصريح أحد خطباء داعش في الرقة أنه لو كان الرسول حيا لنضم إلى الدولة الإسلامية لو كان محمد رسول الله حيا لنضم إلى دولة الإسلام هذه كلام بقوله كل إنسان يعني كل إنسان مغرور بما هو عليه من فتنه يعني هذا كلام سخيف يعني يعرض صاحبه للخروج من الدين لأنه هو يفترض أن يكون تابع للرسول وليس الرسول صلى الله عليه وسلم تابعا له ويبقى كل ما يقوم به هؤلاء باطلا دينيا وأخلاقيا وإنسانيا وهم لو كانوا على أيام الرسول لباتوا خوارج عصره كما هم اليوم خوارج هذا العصر رسالة تهديدا من كتائب عبدالله عزام إلى اللبنانيين وجهت كتائب عبدالله عزام رسالة إلى الشعب اللبناني وجيشه وحكومته اتهمت فيه حزب الله بالسيطرة على مفاصل البلاد ورأت أن مصير اللبنانيين عند الحزب هو مصير أهل سوريا الذين يقتلهم منذ ثلاث سنوات حزب الله والنظام السوري وأشارت كتائب عزام في بيان نشر على حسابها على موقع تويتر إلى أن حزب الله هو من دخل القصير وشرد أهلها وهو من يحاصر أهل الغوطة وأطفالها وهو من هجر أبناء القلمون وهو من بات بسببه أهل تلك المناطق في خيام تغمرها الثلوج ثم يتباكى عليهم ويوزع عليهم مساعدات يسميها إنسانية وتوجه البيان أيضا إلى الحكومة اللبنانية بالقول كل جهاز أمني لبناني يشارك في عمل عدائي على أهل السنة بات عدوا مباشرا ولهذا الأمر تبعات عملية يتحملها من رهن أجهزته الحكومية بيد الحزب ودعا عناصر الجيش اللبناني المنتسبين إلى أهل السنة إلى الفرار إلى أهلهم والالتحاق بمن سمتهم الكتائب المجاهدين قصر قريتم تحول إلى قصر مهجور لكنه لا يزال أشبه بفقنة عسكرية تقرير للزميل آدم شمس الدين في الرابع عشر من شباط عام 2005 غادر رفيق الحريري القصر للمرة الأخيرة أنا شغل بالبلد شغل بالبلد كل الناس مشغول فيه وإذا كان الحريري قد شغل بالبلد كله فإن من المؤكد أن ما كان يجري في أروقة قصر إيرايتم قد شغل بال الكثيرين أيضا وفي أروقة هذا القصر خطط الحريري ورسم الخرائط السياسية منذ شرائه من ملكه السابق نجيب صالحة في الثمانينات لكن بعد اغتياله وبعدما تقسمت ثروة الحريري باتت ملكية القصر في يد زوجته نازك الحريري فيما اختار الوريث السياسي أن ينتقل من منزل العائلة إلى منزله الجديد في بيت الوسط في لبنان لا فرد بلا طائفة ولا طائفة بلا زعيم ولأن الزعيم هو الرمز على كل زعيم أن يحظى بقصر ولأن الحريري الأب قد غادر القصر كان علينا زيارة قصور شغلت البلاد أيضا توجهنا إلى قصر الرئيس الراحل رياض الصلح وما كان علينا سوى أن نترق الباب للدخول أما قصر أول رئيس الجمهورية بشهر الخوري فلم نتكلف عناء قرع الباب حتى وبعدما انتهينا من زيارتنا توجهنا إلى قصر الرئيس الحريري ولأننا منعنا من التصوير أخذنا الأمور على عاتقنا وعلى الرغم من تحوله إلى قصر مهجور لا يزال قصر ريتم أشبه بثكانة عسكرية تغلق فيها الطريق يوميا عند الساعة التاسعة مساء إجراءات أمنية لم يكن الحريري نفسه يسمح بها حين كان ساكن القصر وعلى هذه الطريق كان الحريري يتمشى لارتشاف قهوته في مكانه المفضل الستكافة المقهوة المفارقة بات مصرفا لما كل هذه الحماية أيضا بعد عشر سنوات على استشهاده لم يعد لضجيج أروقة القصر أي أثر استشهد الحريري الأب ووارث الحريري الأبن هذا الضجيج في بيت الوسط وبين ضجيج أروقة إقريتم أيام رفيق الحريري وصمتها اليوم بعد استشهاده بات القصر مجرد ذكرى ولاتن من قال أن الذكرى لا تحتاج إلى الحماية آدم شمس الدين قرأت جديد في بيت الوسط رأس الرئيس سعد الحريري مساء اليوم اجتماعا لكتلة المستقبل النيابية وجرى في اللقاء تداول آخر المستجدات المحلية والإقليمية أملت كتلة المستقبل بانتخاب رئيس للجمهورية وإنجاز الاستحقاق الدستوري وتمنت أن تتمكن الحكومة من العمل وفق الأطر القانونية والدستورية من دون اعتماد أعراف جديدة خارج عن الدستور تزيد من التعقيدات والتمسك بوحدة وأهداف قوى الرابع عشر من أذار وباستمرار الحوار مع حزب الله على أساس احترام تمسك الدولة بسيادتها وسلطتها الكاملة على أرضها ومؤسساتها وعدم تخليها لأحد عن حقها الحصري فيما خص قراراتها السيادية تستنكر الكتلة إقدام بعض المواطنين على إطلاق الرصاص بالتزامن مع كلمة الرئيس الحريري وتطالب القضاء والقوى الأمنية بمحاسبتهم مع كل الذين سبقوهم بارتكاب هذه المخالفات وإنزال العقوبات القانونية بحقهم جميعا الكتلة شددت على ضرورة انسحاب حزب الله من سوريا لتجنيب لبنان الانعكاسات السلبية لتورطه في القتال إلى جانب النظام أشار رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب الممدد ميشيل عون إلى أن المادة الخامسة والعشرين تقول أن تعيين الضباط يأتي بمرسوم يصدر عن وزير الدفاع الوطني مضحا أنه في القانون العسكري ما من تمديد للضباط ولا يمكن أن تضرب أي سلطة التراتبية العسكرية وتفرض بضعة التمديد ودعا بعد اجتماع التكتل في الرابعة الحكومة إلى تصحيح هذه الأخطاء لافتا إلى أن معنويات الضباط غير جيدة هذه الأيام نحن نسحب السيئة من وزير الدفاع السبب تجاوز الصلاحية في ممارسة الحكم زيوى صلاحياته ثانيا التغاضي عن المخالفات المرتكبة في مؤسسة الجيش تجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية لأنه يأخذ صلاحيات الوزارة المطلوب من الحكومة مجتمعة تصحيح هذه الأخطاء وإلا تحملت مسئولية ونتائج الأخطاء المتراكمة أنا بأكد وعلى مسئوليتي أنه معنوية الضباط ما أنا منيحة بهالئي لأنه كل واحد إلو حق يكون طموح وقت ليوصل لردم معينة يأخذ وزيفة معينة ولكن هل شيء هذا نقطع على الضباط مثل كأنه حطولهم سقف بعد منه ما فين يجوزوا بالترقية أمير قطر يزول المملكة العربية السعودية عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مباحثات رسمية في الرياض مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى في الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها في جميع المجالات إضافة إلى البحث في مستجدات الأوضاع على الساحات الخليجية والعربية والدولية وبحسب الوكالة فقد حضر جلسة المباحثات الأمير ميغرين بن عبد العزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي ولي العهد وحضرها من الجانب القطري عبد الله بن ناصر الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية خالد بن محمد العطية وكالة الأنباء القطرية قالت بدورها إنه جرى خلال المباحثات البحث في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لسيما آخر تطورات الأوضاع في المنطقة إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول كل ما من شأنه أن يحقق استقرار المنطقة وأمنها وكان أمير قطر قد وصل إلى العاصمة السعودية الرياض في أول زيارة رسمية له للسعودية منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم وتأتي الزيارة بعد قمتين متتاليتين على مدار اليومين الماضيين الأولى سعودية كويتية بالرياض يوم الأحد الماضي جمعت الملك سلمان وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والثانية قمة إماراتية سعودية في الرياض أيضا جمعت بين العهل السعودي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد النهيان الجيش السوري يبدأ عملية عسكرية واسعة النطاق في حلب ويصبح على مشارف بلدتين نبل والزهراء المحاصرتين من جبهة النصرة ومجلس قيادة الثورة في حلب أعلن رفضه بجميع فصائله لقاء المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا بعد إحكام سيطرته على بلدات ريتان وباشكوي وحردتين بريف حلب الشمالي يتقدم الجيش السوري وبمؤذرة فصائل الدفاع الوطني باتجاه بلدات نبل والزهراء وبينون التي تحاصرها جبهة النصرة وأكدت معلومات أن الجيش بات على مسافة ثلاثة كيلومترات فقط من بلدتين نبل والزهراء وقد قطعت وحداته طريقة حلب تركيا الدولي المار بالريف الشمالي لفتة إلى مقتل القائد العسكري للواء الأنصار التابع للجيش السوري الحر المدعوم طيع الصالح من بلدة أروم الكبرى في ريف حلب وذلك في خلال الاشتباكات مع الجيش السوري في جبهة راشدين غرب المدينة وأشارت مصادر معارضة إلى أن مقاتلين معارضين بدأوا شن هجوم معاكس في محاولة لاستعادة القرى التي سيطر عليها الجيش النظامي حاولنا ندافع عن أبوصنا دخلنا في أي قناصات وقد شبكنا معهم اشتباك كبير جدا ولكن الزخيرة عندنا قد نفذت نفذت الزخيرة وأخذنا سحب تدريفيا وتسعى السلطات السورية لإتمام خطة تطويق حلب بهدف إخضاع مقاتلي المعارضة لحصار يفضي إلى إجبارهم على الخروج منها كما جرى في مدينة حمص وذلك عن طريق السيطرة على منطقة الملاح وحندرات التي تعدان آخر طريق لمقاتلي المعارضة في أحياء حلب يربطهم بالريف وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن تسعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال قتلوا في قصف مجموعات إرهابية بالقذائف حي السوريان في مدينة حلب فيما أشار المرصد إلى إصابة عشرين شخصا في الهجوم ويأتي ذلك في وقت بعث المسلحون في حلب برسالة غير مباشرة إلى المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا الذي سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي تقويمه لخطته بشأن تجميد القتال في المدينة وانتقد مجلس قيادة الثورة في بيان ديمستورا لإعلانه أن الرئيس بشار الأسد جزء من الحل الرامي إلى تقليل العنف وأشار إلى أنه قرر بفصائله مجتمعة رفض لقاء المبعوث الأممي لمواقفه غير النزيهة تجاه ثورة الشعب السوري أهمية معارك الجبهة الجنوبية الدائرة في سوريا بالنسبة إلى دمشق في هذا التقرير للزميل العمز القادي لم تهدأ المعارك في الجبهة الجنوبية من سوريا على الرغم من الأحوال الجوية العاصفة هناك تبدو المعارك ثلاثية الأبعاد انطلاقا من أهدافها وجغرافيتها البداية من الجغرافيا حيث مسار العملية العسكرية القائمة يتركز عند مدخل ريف درعا الشمالي وهذا ما يفزر تركيز الجيش وحزب الله على استعادة دير العدس بوابة ريف درعا المنفتحة على ريفها الشرقي وتجاهه إلى حسم المعارك على غير جبهة في قرى شمالي غربي درعا ما بين المناطق التي جرى تأمينها وتثبيت النقاط العسكرية فيها كالدناجي وديرماكر وبحسب مواكبين للعملية العسكرية فأن وجهة الجيش السوري وحزب الله وحزان الامداد الرئيس لمسلحي الريف الغربي للمحافظة وهو يستمر بقصفها بالصواريخ والمدفعية تمهيدا لاقتحامها هذا وعامل الجيش في المنطقة على السيطرة على تلال استراتيجية المشرفة أبرزها تل المصيح وتل المرعي وتل العروس وتل السرجة وأصبح قريبا من السيطرة على خربة سلطانة وتلة فاطمة التي سقطت عسكريا نتيجة الضربات المدفعية والصواريخ وبعد السيطرة على هذه القرى كان الجيش السوري أمام خيارين الاتجاه نحو معقل جبهة النصرة في ريف درعة الشرقي وهي جاسم والشيخ مسكين وأنخل ولكنه باغت المسلحين وفضل الذهاب باتجاه ريف لقنيترا وبالانتقال إلى الأهداف فإن هذا المثلث المتشاعب هو مثلث ذو أهمية استراتيجية كبيرة لكونه يربط ريف دمشق بريف لقنيترا بريف درعة الهدف الأول الفصل بين ريفي لقنيترا ودرعة وتأمين طريق الدولية بين دمشق والجنوب للمسلحة المنتشرة في الريف الجنوبي للعاصمة دمشق الهدف الثاني زيارة طوق الأمان حول العاصمة دمشق والانطلاق من الدفاع إلى الهجوم الهدف الثالث الانقضاد على ريف لقنيترا وقدم القرى التي حولت هجبات النصرة إلى شريط حدودي مع الجولان المحتل الدولة الإسلامية تعامل قصاص القفص والحرق لنا المرهفات غطاب البواسم لنا صيحة الحق حين التصادم فنحن الأسود وبات الضياغ نفل الحديد بعزم شديد نشرت سرية الملحمة التابعة لمؤسسة البتار الإعلامية التي تغطي نشطات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق مقطع فيديو لعناصر من البشمرقة يرتدون القمصان البرتقالية في أقفاص حديدية يجاب بهم في شوارع كاركوك ليعود بين التسجيل لمشهد حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة الفيديو الذي نشر عنوانه أسر البشمرقة الملحدين في ولاية كاركوك وعنى جنود التنظيم نيتهم إحراق هؤلاء الأسر أحياء وعرض أسر البشمرقة كلًا على حدة في قفص وضع في مؤخر سيارات ربعية الدفع وجالوا بهم في أحياء مدينة كاركوك شمالي العراق ويقدر عدد الأسر من البشمرقة لدى التنظيم بسبعة عشر شخصاً وكان قد تظاهر يوم السبت الماضي العشرات من دوي أسر قوات البشمرقة وشرطة الأقضية والنواحي المحتجزين لدى تنظيم الدولة الإسلامية في كاركوك مطالبين شيخ العشاء العربية في قضاء الحويجة بالتدخل للإفراج عن أبنائهم الذين يبلغ عددهم ثمانية وثلاثين مقاتلاً لدى التنظيم ثنوية حصبياً رسمية تعقب طلاباً أحرق العلم الإسرائيلي في حرم المدرسة مقطع الفيديو هذا يعود إلى 29 من الشهر المنصرم بعد يوم واحد من عملية حزب الله في مزارع شبعة هؤلاء تلاميذة ثانوية حصبياً رسمية يحتفلون بالعملية في باحة مدرستهم بحرق العلم الإسرائيلي رافعين لافتات خطوها بأنفسهم تقرأ ولا زمن الهزائم المشهد لا يختلف عن جوي الاحتفال الذي عم حصبياً يوم ذاك إلا أن بعض هؤلاء الطلاب عقبوا بالفصل دكتور ويسام شروف الأمين العام المساعد في الحزب الديمقراطي اللبناني أوضح أن مديرة الثانوية اتصلت به حين ذاك باعتبار أن أحد الطلاب رفع في نهاية التحرك علم الحزب أنا دغري جوابت أنه نحن ما قلنا عنه ما حيصير هايك التلاميذ ما بلغونا بس نحن طبعاً نتبنى هايك عمل بالعكس هذا العمل بيشرف وبيرفع الراس ونحن نعتبر أن هؤلاء التلاميذ لازم ياخدوا تنويه وتقدير قدام الآخرين بسوط تسيلهم انظار بلغيهم أنه أنتم في الحال بك تقوموا بأي عمل بالمستقبل وحرصاً على سمع التنوية ومصلحة التنوية أن تقوموا بتبليغ الإدارة اللي يصير في تنسيق بين العمل لكن الاتفاق بين شروف والإدارة لم يدم طويلاً فبعد نحو عشرة أيام اتخذت المديرة قراراً بفصل عدد من الطلاب قال صحيح أنا التزامت معك بس أنا أرجع هايك فكرت فيها لقيت لا اللي صمموا وجهز حالوا للموضوع ورسم العالم وحرقوا هذا عقبتوا بـ 30 فصل الثانوية ردت بعدما تناولت الصحف الحادث على لسان مجلس الأهل الذي أوضح في بيان أن الإجراءات التي اتخذت بحق الطلاب ليست بسبب حرق علم إسرائيل وإنما لرفعهم أعلاماً وشعارات حزبية وإدخال الهواتف الخلوية إلى حرم الثانوية خلافاً للنظام الداخلي للثانويات وأن القرار اتخذ بموافقة مديرية التعليم الثانوي والهيئتين الإدارية والتعليمية في الثانوية نحن نتمنى على هالي حرقوا العالم يدعونا حتى كنا نحن وإدارة الثانوية حكينا شيء عن الطلاب المقاومة حكينا عن شهداء المقاومة اللي منذتخر ومنعتز فيه نحن تتهم أنه طردت لأنه حرق العالم الإسرائيلي لا نحن والمدام كلادي وهي مديردة ثانوية مع الحرق العالم الإسرائيلي مع حرق إسرائيلي لأنه إسرائيل عدوي لكل المواطنين اللبنانيين قاموا بحرق العالم الإسرائيلي المرسوم رسم اليد ورفع شعارات مؤيدة للمقاومة المكتوب بخط اليد يشفع لهم كل الأمور الأخرى ويجب أن لا تتسجل في تاريخ لبنان سابقة من قام بحرق العالم الإسرائيلي فصلة من المدرسة ولم يكون عمد رسالة غير صحيحة لا للقريب ولا للبعيد على مواقع التواصل جاءت غالبية التعليقات مؤيدة لتحرك الطلاب حيث عد تصرف التلاميذ حماسة وطنية إلا أن بعض المعلقين رأى أن الحرق في حرم المدرسة قد يؤدي إلى حوادث ورأى آخرون أن المدارس أفضل بلا سياسة تستمر القوى الأمنية العسكرية المشتركة في تنفيذ الخطة الأمنية في منطقة بعلباك والبقاع الشمالي وقد أعلنت قيادة الجيش دهم أماكن مشتبه فيها ومنازل عدد من المطلوبين في محلتي حيشراوني وتل أبيض في بعلباك ومناطق أخرى وقد أسفرت هذه الإجراءات عن توقيف تسعة أشخاص من التابعية السورية لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية ومواطنين اللبنانيين أحدهما مطلوب بوثائق عدة لإقدامه على إطلاق نار في أوقات مختلفة كما ضبطت نحو خمسين كيلو جراما من المواد المخدرة وست سيارات من دون أوراق قانونية إضافة إلى كمية الأعتدى العسكرية والذخائر الخفيفة وزير العدل اللواء أشرف ريفي وعائلة الوزير السابق الموقوف مشال اسماحة يتبادلان التهم والردود ردت عائلة الوزير السابق الموقوف مشال اسماحة على كلام وزير العدل اللواء أشرف ريفي في شأن إحباطه مخططا لاغتيال اسماحة وقالت في بيان لها إن التقارير الأمنية التي أشار إليها الوزير تريد إلى الأجهزة الأمنية حصرا وليس إلى وزير العدل وأن هذه الأجهزة تقرر مدى صدقيتها وأن نقل اسماحة إلى المستشفى تقرره حصرا الاعتبارات الطبية اللواء أريفي رد على بيان العائلة بالتأكيد أن الملف أنجزه في شكل احترافي كامل مع كل الأدلة الموضوعية والمضبوطات وكانت الاعترافات مدونة بالصوت والصورة وأن الملف كان بأرقى المعايير الموضوعية والعلمية والاحترافية بلغني اليوم أنه زوجته لمشال اسماحة الموقوف مشال اسماحة اعترضت على الشي اللي تكلمت فيه مبارك باعتبار أنه هذا اقتصاص أمني مش اقتصاص القضاء بذكرة تماما أنه كل الأمن هو ينيابة عامة مساعدة هي ضابطة عدلية مساعدة للقضاء يعني رأس القرار هو القضاء إذن لحنا بالقضاء جملا بيجينا عنا الملفات والقرار بلبنان حسب القانون اللبناني هو للقضاء تماما وبذكرة أني أنا بخلفية أمنية نعم عندي علاقات نعم مع مؤسسات أمنية غير لبنانية مثل بقايا تماما الحقيقة وأنا واسك من صدق المعلومة اللي أجتني واخدنا الإجراء المناسب هي بدأت دافع عن زوجة هي حرة تمام الحياة القضاء بيقرر بعدين مش هي بتقرر إذا زوجة له حق يطلع ولا لا القضاء بيقرر حياة بس بذكر كل لبنانيين أنه نحن ضبطنا يوم متى وكان قلت الشرف أنا الشهيد ويسام الحسن أني أنا ضبطتها الضوطية هاي هي عبارة عن 24 متفاجرة منهم 20 عبوة كبيرة ممكن تستعمل بتفجيرات كبرى ومنهم 20 عبوة كبيرة تستعمل بتفجيرات معينة ومنهم 20 عبوة صغيرة فيها مغناطيس لاصق قد تستعمل لإغتيارات شخصيات تحت السيارة بلاصق وعلى أثر التصريح هذا عادت وردت عائلة سميحة ببيان شكرت فيه لوزير العدل حرصه على حياة الوزير سميحة وقالت إن المتفجرات التي عثر عليها نظمها المخبر ميلاد كفوري وإن اللواء ريفي سبق وأعلن أن المحاكمة لا يمكن أن تجري بغيابه وعليه فإن من يؤخر المحاكمة ليس الوزير سميحة بعدما قضى في السجن أكثر من العقوبة المحددة لنقل المتفجيرات بسبب الاستدراج صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير استقبل رئيس تيار المستقبل سعد الحريري في بيت الوسط قائد الجيش الإماد جون قهواجي وبحث معه في التطورات وفي الأوضاع الأمنية في البلاد درست لجنة المال والموازنة موضوع توزيع العائدات للهاتف الخلوي إلى الصندوق البلدي المستقل وإمكانية تطبيق المادة الخامسة والخمسين سنحاول خلال اليومين المقبلين نترجم ما تم التفاهم عليه مبدئيا والذي هو يتمحور حول نقطتين النقطة الأولى هي التحويل يريد أن يحصل من وين؟ يعني من وزارة الاتصالات إلى البلديات حسب المادة 55 اثنين ما هي حصة البلديات؟ كل بلدية ببلديتها تناول وزير الخارجية جبران باسيل ووفده من البرلمان الألماني قضية اللاجئين السوريين وضرورة دعم لبنان الذي يصطديف عدداً كبيراً منهم وعرض باسيل مع وفد من رؤساء اتحاد البلديات الحق المكتسب لهذه البلديات في تحويل عائدات الهاتف الخلوي الخاصة بها مباشرة ورفض آلية تحويلها عبر وزارة المال ومن زوار باسيل وفده من المؤسسة المارونية للانتشار وسفيرال أورجوي والسنغال وممثلة منظمة اليونسيف أنا ماريا لوريني في زيارة وداعية في مؤتمر صحفي أعلن وزير العمل سجعان قزي إطلاق الموقع الإلكتروني لوحدة مكافحة عمل الأطفال في وزارة العمل بعدها الجمعيات اللبنانية البحثة هي عم تعالج هالمواضيع هذه فبتمنى مقابل هالملايين والمليارات يلي عم تجي على النازحين السوريين أنه كمان يكون في منها مخصص للأطفال السوريين والأطفال اللبنانيين خصوصاً مثل ما قلت لكم أنه في نسبة 73% من يلي عم بيتسولوا سوريين بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام رأى وزير الاتصالات بطرس حرب أن التشبث القائم في موقف بعض الأفريقاء السياسيين أدى إلى تعطيل عمل الحكومة وهم يتحملون مسؤولية انهيار الدولة اليوم دوت الرئيس يجري الاتصالات ونحن عم نساعده فيها لإيجاد اتفاق للتوصل الاتفاق على علية جديدة علية تسمح لمجلس الزراء بالتعاطي بشؤون البلاد إلا أنه الأكيد بدون أن هذه الألية تخالف أحكام الدستور خصوصاً أن هذه الوزارة هذه الحكومة كان يفترض فيها أن تكون موجودة شهر اثنين ثلاثة مش يفترض فيها أن تكون موجودة سنة اثنين ثلاثة إلا أنه بنتيجة التشبث القائم في موقف بعض الفرقاء السياسيين ومنع مجلس نواب من الاجتماع بتعطيل النصاب أدى إلى إطالة عمر يزيح حكومي خلافاً لرأينا تضامناً مع الجيش المصري وتنديداً بداعش نفذت القوى والأحزاب الوطنية والسياسية اعتصاماً أمام مبنى الإسك وبيروت بدعوة من حركة النصرين المستقلين المرابطون نحن كأمة عربية واحدة وكأهل لهذه الأمة نقول أن عدونا الأساسي في هذه الأيام هو العدو الصهيوني وعدونا أيضاً الأخوان المتأسلمين وكانت كلمات شددت على دعم مصر ومحاربتها الإرهاب الذي يريد إسقاط المشروع المقاوم في المنطقة صيدة تحيي الذكرى الثلاثين لتحريرها باحتفال أقامه التنظيم الشعبي الناصري لم تمنع الأحوال الجوية ماطرة المئات من أبناء مدينة صيدة والوطنيين من المشاركة في إحياء الذكرى الثلاثين لتحرير مدينة صيدة باحتفال أقيم في ساحة الشهداء في المدينة بدعوة من التنظيم الشعبي الناصري وألقى الأمين العام للتنظيم أسامة سعد كلمة أكد فيها خيار المقاومة نعرف وتعرفون أن النظام اللبناني الطائفي هذا النظام فرط بإنجاز التحرير التحرير الذي صنعه شعبنا باللحم الحي نعم هذا الشعب صنعه بلحمة التحرير صنعها بلحمه الحي هذه حقيقة يجب أن يعرفها الجميع وتخلل الاحتفال إضاءة شعلة التحرير فيما تزينت شوارع صيدة بلافتات تحمل شعارات التحية لشهداء المقاومة أكد توفيق سلطان استمرار العمل لتأسيس حركة المحرومين في طرابلس والشمال مشددا في مؤتمر صحفي عقده في منزله في طرابلس على أن المدينة تتعرض منذ مطلع ثمانيات القرن الماضي لمؤامرة أفقدتها كثيرا من مقاوماتها ولفت السلطان إلى أن ما يجري في طرابلس مرفوض من أهلها المغلوب على أمرهم في ظل غياب الموقف الواضح من القيادة السياسية والقيادة الدينية حسنا فعل الرئيس تمام إسلام بتعليق اجتماع مجلس الوزراء لحيم مراجعة التدابير الخاطئة لاتخاذ القرار بتأثير شؤون الحكم خلافا للدستون أنه يمضي 24 وزير بعتقد مخالف أهل الدستون وكأني بهم دخلوا القفص ورموا المفتاح وهم يفتشون عبسا للخروج من المأذر الذي أوصلوا عنفسهم إليه أوصلوا عنفسهم أوصلوا البلد إليه سمعنا وقرأنا أن الرئيس لام وغيره قالوا في الجلس الأخيرة لمجلس الوزراء بأن طرابلس قد أخذت حقها ولحين استكمال تأسيس حركة المحرومين بطرابلس والشمال لا يسعني إلا أن أقول بأن طرابلس أخذت من الدولة ظلما وسط الشاقا وأهملا مش هوقف عن الشغل لحين استكمال الترتيبات من أجل إطلاق حركة المحرومين حركة طرابلس والشمال عائلة المطلوب مراد زعيتر الذي قضى في إحدى مدهمات الجيش في منطقة الفنار تؤكد سلوك القضية الطريق القانوني وبعدما وقفت على كل ملابسات فاجعة قتل ابنها مراد زعيتر على يد عناصر من مديرية المخابرات تعود لتؤكد أنها تدعم الجيش اللبناني في كل تضحياته ومهامه وتقف إلى جانبه إنما جريمة قتل مراد لن تمر دون معاقبة القتل وتؤكد أنها سلكت طريق القانون والقضاء للغاية هذه وتقدمت بوكالة للمحامية ساندريلا مرهج بإدعاء أمام النيابة العامة التمييزية بوجه عناصر من مديرية المخابرات وكل من يظهره التحقيق ولن نتوانى عن متابعة القضية حتى إحقاق الحق اعتراض في عكار على دخول شاحنات الحجارة السورية اعتصم أصحاب معامل الحجارة عند مستديرة حمص في عكار على الطريق الدولي احتجاجا على دخول شاحنات سورية محملة بالأحجار إثر صفقات مشبوهة تتم عبر الجمارك وعمد المعتصمون إلى اعتراض الشاحنات السورية التي تنقل الأحجار وذلك بسبب ما أسموه بطواطئ موظفي الجمارك مع أصحاب الشاحنات معتصمين لو فرش إلى الدولة اللبنانية البيانات تبع الجمرو يلي هنه هذا البيان رقم واحد العربية هذا البيان رقم اثنان العربية فينا نقارين ان يزبتك الكاميرا الكبيرة فينا نقارين ان طعضون اللي أينه انه هن نفس الرقم ونفس الشيء وهذا التالي اليوم التحرك التاني صحيح التحرك تاني وهذا الخميس 40 عرامية نفس البيان نفس البيان نفس الحمولة 40 عرامية نفس البيان المفروض عولادنا يعيشوا بياعين علك بالشارج نحنا اللي بده يقطع برزقتنا بدنا نقطع بعنه نحن ما مننتمي لحدا نحن مننتمي للمعيشة للأخلاق يطلعوا فينا بس ووصف المعتصمون ما يجري بالفضيحة إذ اتضح أن جميع الشاحنات للتدخل الأراضي اللبنانية تحمل نفس البيان ونفس الرقم والمصدر والاسم والكمية الرئيس المصري يطالب الأمم المتحدة بإصدار قانون دولي يتيح التدخل العسكري في ليبيا وإدانات واستنكارات للجريمة التي نفذها داعش بحق العمال الأقباط المصريين في ليبيا دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأمم المتحدة لإصدار قرار يمنح تفويضا لتشكيل تحالف دولي للتدخل في ليبيا وقال في مقابلة بثتها إذاعة أوروبا واحد الفرنسية إنهما من خيار آخر في ضوء موافقة شعب ليبيا وحكومتها ودعوتهما لمصر بالتحرك اللي بيحصل في ليبيا هتبقى بؤرة إرهاب هتوجه ضد المنطقة بالكامل وستهدد المنطقة بالكامل مش مصر بس مصر وجنوب المتوسط وأوروبا ولابد من التعامل معها لأن في مهمة لم تستكمل من جانب أصدقائنا الأوروبيين نحن تركنا الشعب الليبي أسرى لميليشيات متطرفة في غضون ذلك كانت تتفاعل إيجابيا داخل مصر العملية العسكرية الجوية التي نفذتها القوات الجوية ضد أهداف لتنظيم الدولة في ليبيا ما تقوم بقواتنا المسلحة أيضا يبرد هذه الألام الشديدة التي أصابتنا جميعا من جراء هذا الحادث مصر استخدمت حق الدفاع الشرعي المسموح به تبقى لقانون الدولي تبقى لمساق الأمم المتحدة المدى 51 وتبقى لمساق جماعة الدول العربية بل بالحكس يجب أن الدول العربية جميعا تساعد مصر في ذلك ومصر لها الحق في أن تستخدم هذا الحق من ناحية ثانية استمر توافض المعزين إلى عائلات الضحايا الذين أعدمهم تنظيم داعش ذبحا إذا كنا نعزي فإننا نشعر بأن هذا الحادث زادنا ارتباطا وزادنا قوة وزادنا تآلفا ومن هنا أنادي العالم الحر أنادي الأمم المتحدة أنادي مجلس الأمن أنادي الاتحاد الأوروبي أنادي مجلس التعاون أناديهم بأن يجتمعوا وأن يضعوا حدا لهذا البلاء الذي لم تكن تعرفه أمتنا منذ أكثر من 14 قرن أو 20 قرن هو العزلين كلنا يعني دلوقتي ما بقاش الميت مسيحي والمسلم الميت مصري إحنا حقنا مرضعش وإحنا أشلق سدولنا وهدانا شوية سيادة الرئيس عندما أمر بالطلعة الجوية وضرب المعقة الإرهابيين هناك وكان متحدث باسم الجيش المصري قد أعلن أن العناصر من الجيش انتشرت في جميع المحافظات لمعاونة الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين والمنشآت الحيوية وذلك تحسبا لاستهداف مناطق حيوية بعد الضربات الجوية المصرية لمواقع تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا اتفقت رئيسة مجلس وزراء الدنمارك والرئيس الأمريكي باراك أوباما على ضرورة التصدي معا للإرهاب وتجمع عشرات الألاف في مختلف أنحاء الدنمارك تعاطفا مع ضحايا الهجوم الذي استهدف مركزا ثقافيا وشاركت رئيسة مجلس الوزراء في تجمع الرئيس بالعاصمة كوبنهاجن ووقف فيه المجتمعون دقيقة صمت ورفعوا مشاعل وحضر التجمع أيضا مسؤولنا وزعماء سياسيون من دول مجاورة وقد نكست الأعلام فوق المؤسسات الحكومية بالعاصمة ووضع البعض باقات الورد في المكان الذي قتل فيه المسلح أو الذي قتل فيه المسلح على يد الشرطة في كابل انفجرت قنبلة مثبتة بسيارة في وقت مبكر من صباح اليوم فأصابت شخصا واحدا وقال عبد الرحمن الرحيمي رئيس شرطة كابل إن قنبلة مغناطسية مثبتة بمركبة ربعية الدفع انفجرت شرقي المدينة وأضاف إن شخصا أصيب بجروح في الانفجار لكنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن هويته صفحة أخبار منوعة من العالم في هذا التقرير اشتاحت موجة شديدة البرودة شرقي الولايات المتحدة وأصابت عاصفة ثلجية ولايات الوسط بالشلل وهي في طريقها إلى المحيط الأطلسي ما أجبر المكاتب الاتحادية في العاصمة واشنطن على الإغلاق أقالت لهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن الثلوج الكثيفة والجليد اتجهت شرقا لتشتاح ميزوري وجنوبي ألونوي وتنسي وكنتاكي وإنديانا وأوهايو وألغت شركات طيران قرابة 2600 رحلة أمريكية وكانت أكثر المطارات تضررا في ولاياتي كارولينا الجنوبية وتنسي فيما أصر الرئيس الأمريكي باراك أوباما على إكمال رحلته الجوية التي هبطت على الثلج برودة الجو في الولايات المتحدة لم تمنع المغنية ليدي جاجا من إعلان حرارة حبها جاجا أعلنت في مواقع للتواصل الاجتماعي أنها وصديقها الممثل تيلور كيني أصبح مخطوبين وقالت جاجا على موقع إنستجرام وهي تعرض صورة لختم على شكل قلب هو أعطاني قلبه في عيد الحب وأنا قلت نعم ووفقا لمجالة بيبل فإن ليدي جاجا وكاني ظلا يتواعدان نحو أربع سنوات مؤتمر صحفي في وزارة التربية لإعلان سباق بانكماد للشباب عقدت جمعية بيروك مارثم مؤتمر صحفيا للإعلان عن تنظيم سباق بانكماد للشباب والمقرر يوم الأحد في الثاني والعشرين من أذار المقبل في منطقة تباية وذلك بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية وبلدية تباية وبالتنصيق مع اتحاد ألعاب القوى المؤتمر الذي استضافته وزارة التربية والتعليم العالي حضره شخصيات سياسية ورياضية وعسكرية وتربوية وإعلامية وزير التربية والتعليم العالي الياس أبو صعب دعا جميع التلامذة في القطاعين العام والخاص للمشاركة في السباق انطلاقا من القناعة بأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأجدى وأن التوجه نحو الرياضة الهدفة هو خير طريق نحو بناء المجتمع السليم بدوره وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس اعتبر أن البراءة في نفوس الأطفال هي التي نحتاجها لتدخل العمل السياسي الذي فقد براءته وصدقيته وختمت رئيسة جمعية بيروك ماراثم ميل خليل بكلمة أشارت فيها إلى أن أعمار الدول المتحضرة والمتقدمة تقاس بمدى نسبة القطاع الشبابي فيها لافتة إلى أن نسبة الشباب في لبنان تصل إلى ثلثية عداد السكان وهذا ما يجعل لبنان بلدا فتيا تجدر الإشارة إلى أن أعمار المشاركين ستتراوح من 7 إلى 17 سنة كان في النشرة العناية الإلهية تنقذ 50 طفلا في حضانة لأنه لو صارت بالنهار كانوا الأولاد كلهم نزدوا بالبورة عون يسحب الثقة من وزير الدفاع نحن نسحب الثقة من وزير الدفاع عين الخلافة الدعيشية على مكة والمدينة طبعا ممكن يحاولوا بس أين قدرته هنا؟ في الخاص إمبراطورية قيتم قصر أشباح نظامه على أبواب نبل والزهرة كان في النشرة أيضا مبروك ليدي جاغا كان هذا كل شيء فريق عمل هذه النشرة يشكر لكم حسنا المتابعة ويعودوا يلتقي بكم في نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم عند الحديث عشر ونصف فدمتم بأمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة